أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة عودناكم في كل حلقة من حلقات من الحياة أن نفتح ملفة من أهم ملفات الاجتماعية التي تشغل قطاع عريض من المشاهدين الكرام وفي هذه الحلقة نتناول الملف الأبرز والأكثر اهتماماً لدى السدى الأفاضل للمشاهدين وهو ما يتعلق بارتفاع الأسعار المستمر في الأسواق طبعاً الكل يشتكي الآن من ارتفاع الأسعار وهذا الغلاء الذي يعانيه الناس في كل مكان والحقيقة أن الغلاء حينما يطول المواد الأساسية التي يحتاجها الناس في كل يوم لا شك أن هذه تكون كارثة كبيرة جداً لأن فيه أمور من الممكن جداً للإنسان يستغنى عنها ويستعيد عنها بأشياء أخرى لكن فيه حاجات تتعلق بالأكل والشرب وحاجات أساسية في حياتنا ما نقدرش نستغنى عنها أبداً الحقيقة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج والأسماك وما إلى غير ذلك الناس كلها تترقب أن يكون فيه بشرة ويكون هناك باريخة أمل أن الأسعار تنخفض ولو قليلاً حتى على الأقل تتلاءم مع الدخل المجول لكل واحد فينا لحد ما حصل المبادرة التي حصلت مع إخوانا التجار في برسعيد فيما يتعلق بمبادرة الأسماك لما التجار أعلنوا أنهما يعملوا حملة مقاطعة وهذه الحملة حقيقة كثير من الناس كان يقولك أنها تفشل وأن ياما سابعتهم حملات مقاطعة كثير بتقعد يوم ولا اتنين والناس ما بتشتركش في حاجة زي كده وناس كتبت تقول أن الناس أصلاً سلبية يعني تبقى الحياة غالية والكل بيشتكمل الغلاء بس برضو الناس بتروح تشتري حتى لو كانوا بيشتروا أقل من احتياجاتهم لكن بيشتروا وبالتالي الأسواق طول ما هم شايفين أن فيه عرض وطلب وأن الأمور ماشية حتى لو بيأقل قليلاً هذه الدنيا ماشية إلى أن تم إن فعلاً حملة المقاطعة في برسعيد نجحت وحقيقة يعني الناس كانوا متعاونين جداً مع التجار في برسعيد وكان الأمر هيخرج أيضاً خارج إطار برسعيد في محافظات أخرى وكانوا من خلال السوشال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة بيطلعوا وينادوا كل التجار في خارج برسعيد إن هم ينضموا إليهم بحيث إن المبادرة لو ما نجحتش في برسعيد من الممكن هم يجدوا بارقة إن هم يخرجوا خارج برسعيد وبالتالي ينجحوا في محافظات أخرى لكن بفضل الله عز وجل يعني تم هناك تعاون مع عدد كثير من المحافظات ولسيما في ضميات وبرسعيد والأماكن الخاصة بالبحر حقيقة المبادرة نجحت والناس بلا تفكرت طب ليه ما نعملش كده في باقي السلع هل في مانع نحن نعمل كده مثلاً مؤطعة مع اللحمة وبالتالي اللحمة أصارها ترخص هل من الممكن نعمل ده مع الدجاج مع البيض مع الاحتياجات الأساسية اللي احنا بنحتاجها كل يوم هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في حلقة الليلة يشارفني واسعدني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الأستاذ حسن هيكل المحلل الاقتصادي وأمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء أهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا وشارفا رب نبري فيك في البداية ندخل على المبادرة الحصة في برسعيد وما يتعلق بمقاطعة الأسماك وانخفاض الأسعار الملاحظ بشكل كبير جدا في برسعيد حدك إزاي شفت المبادرة ديك طبعا قبل ما أتحدث عن المبادرة أتحدث عن فكرة المقاطعة وفلسفة المقاطعة نعم يمكن في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه حدثت أول تجربة عملية للمقاطعة يمكن في تاريخ العالم والبشرية نعم إن في عهد سيدنا عمر أتى الناس إلى سيدنا عمر ليشتكوا إليه من ارتفاع أسعار اللحوم فدع إلى الاستغناء وتركها لهم للتجار فكان أن انخفضت أسعار اللحوم وهكذا كانت أول تجربة منذ أكثر من 1400 عام تتحدث عن الاستغناء في مقابلة ارتفاع الأسعار حينما يحدث ارتفاع الأسعار ندعو أتركها لهم أو نلجأ إلى الاستغناء عن السلعة وهذا له شرط هنا أن تكون هناك سلعة بديلة يتجه إليها المستهلكين في الأرجنتين حدثت نفس المشكلة في البيض في أطباق المائدة البيض المائدة ارتفعت أسعارها في السوبر ماركت الأرجنتينيين اكتحدثوا عن أننا لن نستهلك البيض النتيجة انخفضت أسعار البيض ولم يجدوا من يشتريه هنا المشاركة الشعبية المشاركة الشعبية مهمة جدا في مواجهة جشع التاجر في مواجهة الغلاء الغير مبرر للأسعار نعم وحذقة يتهى أن يكون هناك أيضا بديل السلعة هقول لحضرتك يعني إحنا حينما نتحدث عن الأسماك فهناك اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء نعم إذن مصدر البروتين هناك مصدرين للبروتين مصدر للحوم الحمراء واللحوم البيضاء وبالتالي يتجه وعلى فكرة وهناك علاقة أصلا بين استهلاك الأسماك وبين أسعار اللحوم البيضاء بعيدا عن المقاطعة يعني بعيدا عن المقاطعة كلما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء زادت الميل إلى استهلاك الأسماك حينما تنخفض أسعار اللحوم الحمراء يقل الميل إلى استهلاك الأسماك طبيعي فالمستهلك يلجأ إلى الأسماك كبديل نعم وإحنا في مصر طبعا هشرح بالتفصيل الحجم مصر بعد بس أدي برضو أكمل النبزة عن التطور التاريخي لفكرة المقاطعة فكرة المقاطعة فكرة جيدة فعهد الرئيس السادات حدثت مقاطعة اللحوم بدعوة من رئيس الجمهورية نفسه إلى مقاطعة الجزارين لما كانت الناس في سبعة وسبعين بتتكلم سيد بيا سيد بيا كيلو اللحمة بقى بجنيه ارتفعت الأسعار إلى هذا الحد فكانت النتيجة هي دعوة من القيادة السياسية إلى مقاطعة الجمهور والشعب إلى أن يقاطع الجزارين ونجحت وخفضت الأسعار بتخفضها إلى فترة إلى أن نجح مشروع البتلو نجح مشروع البتلو في الثمانينات وحققنا مية في المية انتاج ذاتي في الثمانينات وصدرنا في التسعينات أثناء حرب الخليج إلى الكويت وإلى العراق وإلى كل الدول العربية كنا بنصدر لها لحوم مصر بتنتج مية في المية وبتصدر ما يزيد عن حاجاتها إلى أن توقف المشروع بعد ذلك وندعو إلى أن يعود بنفس الطريقة والقالية اللي كان المشروع البتلو فيها لأن اللحوم الحمراء هي البديل للأسماك اللحوم البيضاء هي البديل للأسماك الأسماك هي البديل للحوم الحمراء الأسماك هي البديل للحوم البيضاء فإحنا بنشفت من الثلاثة ويبدأ كل واحد منهم حينما إذا ارتفع سعر واحد من هذه المتجارة السلسة تجه نحو الآخر وهكذا طيب هل إحنا عندنا اكتفاء ذاتي من اللحوم من الأسماك؟ ها إحنا عندنا اكتفاء ذاتي تقريبا من الأسماك إحنا ما بنستوردش غير 300 ألف طن من الأسماك يمثل 85% إنتاج محلي 100% من الأسماك من مصايدنا سواء الإنتاج اللي هي المزارع السماكية تمثل 85% أيضا من حجم أو 80% من حجم إنتاجنا من الأسماك الاعتماد بعد كده على المصايد احنا شفنا مشروع كبير معمول لتطوير مصايد سفن أعلى البحار هيئة خلسويس بنت مجمع كبيرة من السفن ويتملكها للصيادين بهدف تطوير الصيد زيادة في أحواض الأسماك ودعوة هي عمل الاستثمار إلى دعوة المستثمرين إلى الاستثمار في الاستزراع السمكي فإحنا فيه جهود كبيرة لزيادة إنتاجية مصر من الأسماك المواطن المصري بيعتمد على سمك البولتي الناس بتحب سمك البولتي وسمك البولتي هو أسهل سمك في الزراعة كزراعة أسماك في المزارع أو في الصيد عموما عند السيادين لأنه بيتحمل الأجواء الصعبة بيتحمل يعني عملية التربية يعني أصعب ظروف تربية يستطيع أن يعيش فيها المواطن المصري بيحب السمك البولتي طب السمك البولتي لما ترتفع أسعاره ويبقى فوق قدرة المواطن المصري ماذا يفعل؟ لما يقول أنه يروح للفراخ يلاقي الفراخ أسعارها وصلت في لي بـ 220 جنيه وأسعار مرتفعة للغاية أسعار مش طبيعية يبقى فيه هنا مشكلة هل الموضوع فينا يتعلق بالأعلاف؟ دي حجة التجار يعني طيب الدولار لما انخفض وتم الإفراج عن اللي قالك تكدس المواني ومش تكدس المواني وتم الإفراج عن تكدس المواني ما شفناش انهار لي قالك أنه شارب سعر قليل قالك لا لسه بقى السعر نحن إحنا دلوقتي كنا لما نروح نشتري كل يوم يقول لك استنى الليستة دي لستة الصبح والليستة دي لستة ليه يا سيدي أصل الدولار بيتغير يا باشا ده أنا ساعات كنت أشتري حاجات والله أدوات كهربائية أبص ألاقي التاجر رحمة تسل واللي معلش أنا آسف يا باشا أصل دي سعرها كان كذا زاد لكذا أهو معي على التليفون والله يعني بيكلم التاجر فالتاجر قال له لا ده سعرها رفع في نفس اليوم وهي السلعة معمولة عنده بقالها يمكن شهرين تلاتة ما تبعيدش في مخزنه وساريها بسعر قديم وعاوز يباعها بالسعر الجديد طيب لما انخفضت الأسعار وانخفضت الدولار وأصبح الدولار الحجة اللي كانوا كله بيتحجج بيها ويقولك الدولار با 4 و 70 قرش النهاردة الدولار بقى ب 48 قرش ويمكن أقل و 47 قرش شواء طيب فين بقى الانخفاض ده في الأسعار آه شفنا في العربيات شفنا في بعض العربيات انخفاض في أسعار نتمنى لأنهما كان عندهم أفر برايس فهم لما خفضوا الأفر برايس بان شوية فرق شوية لكن نبص على السلع الأخرى اللي في قيد المواطنين يقولك لما المخزن تفضى ويبتدي تخش شحنات جديدة يعني أنت لازم تكسب بدعوة ارتفع سعر الدولار ولما انخفض سعر الدولار تقولي لأ وما استنتش لما المخزن عشان كده كنا طلبنا من وزارة التموين وما زلنا نطلب أنت تطبع سعر في تاريخ الانتاج يطبع سعر المستهلك أنا ما بقولوش أن أنا بأطلب اللجوء للتسعير الجبري أنا بقول أنا بأطلب أن لما يجي أنتج السعر على العبوة ومحتوط اه اتحطت وصدر قرار بأن يتم ذلك على السلع الاستراتيجية بس كان في ظل ظروف أزمات معينة زي أزمة السكر ومش عالك يودع فالناس ما حسيتش بجدوى القرار لكن أتمنى أنه في خلال الفترات القادمة يصبح سياسة عامة للدولة أن المنتجين عليهم أن يقوموا بوضع وطباعة أسعارها هل الأفضل دولة للتسعير الجبري هل الأفضل دولة للتسعير الجبري من مواجهة هذا الاحتكار وهذا الجشع من التجار شوف التسعير الجبري هناك حاجة أننا سوء حر وأننا بما أننا سوء حر وقررنا هذا وقوانين الاستثمار حذرت اللجوء للتسعير الجبري وأن المنتج من حقه أنه يسعر طيب يا فندم حل ده إيه حل ده حكتين الإتاحة يعني أن تكون السلعة المتوفرة المنافسة الشفافية في السوق يعني ما هو فيه ثلاث حاجات دولة لو مكانوش متوفرين فأنت بتتكلم في إيه بقى أنت بتتكلم في احتكارات لأن لما يبقى فيه إتاحة يعني السلعة فيه منها واحد واثنين وتلاثة واربعة ويتنفسه مع بعض مش بيحتكروا مع بعض أو بيتفقوا مع بعض شفافية السوق هي التي تدمن عدم اتفاقهم مع بعض يبقى السوق شفاف يعني ما فيش فيه احتكارات فالناس بنفسه بعد عشان تنخفض الأسعار واللي أنت بتشتري كمستهلك من أفضل منتج ليك مين أفضل منتج ليك صاحب السعر الأقل والجودة الأعلى فبتدور على السعر الأقل والجودة الأعلى لا تشتري هنا السوق يبقى يسمحه شفاف تضمن ده بإيه بالبورصات السلعية فين البورصات السلعية قالوا بنعمل البورصات السلعية منتظرين أن تفعل البورصات السلعية Application Mobile لو اتعمل يا فندم على كل المواطنين بسهولة شديدة جدا تعرف أسعار المنتجات وتعرف تشتريها منين وممكن تدخب على طول وتجيلك الحد باب البيت موجودة في كل أنحاء العالمي يعني الموضوع مش عويص للدرجة دي لكن لو أنا بقى عندي زي ما أنا قلت التعاونيات اللي بتاخد من المنتج للمستهلك وهي عاملة أبليكيشن وبتقول لك السعر النهاردة وتحبها وصل لك وصل لك ومتطورة ونشغل فيها شباب الخدجين عودة إلى تجربة بورسعيد حدق شايفها إزاي تجربة بورسعيد تجربة إيجابية بورسعيد محافظة ساحلية محافظة إحنا لما بنروح لبورسعيد أول حاجة بنفكر فيها إن احنا ناكل سمك بورسعيد ومطعم بورسعيد وأسواق سمك بورسعيد لما أهل بورسعيد اللي بيأكلوا السمك أكيلة سمك يعني ومعتمدين على السمك وبيحبوا السمك يفجأوا إن أسعار السمك بقت فوق طقتهم وإن العملية بقت سياحية خالص وفوق طاقة المواطنين فقررت الشباب بورسعيد أن يقوم بحملة مقاطعة للأسماك والاستهلاك الأسماك في بورسعيد نجحت في بورسعيد وانضمت إليها القيادات التنفيذية في بورسعيد محافظ بورسعيد دعمهم وده كان شيء إيجابي جدا أن يكون المحافظ ملتصقا بالشعب في بورسعيد والجماهير في بورسعيد ويشعر بألمهم وفنضموا مع بعض فكانت النتيجة هي أنهم قال لك خليه لما يعافل خليه يبوز مش عايزينه مش وكلينه نعم فبدأ الانخفاض حزس يصل إلى أكتر من 50% في سعر الأسماك في المحافظة 50% طبعا وصل ل50% في بعض الأحيان لأنه بيبوز بيطلع فهو سلعة غير قابلة للتخزين إلا إذا بقى مجمد ولو مجمد هو خفض 50% لأن الثمن المجمد غير ثمن الطازق نعم أنت بتشتري السمك الطازق بسعر والأسماك المجمدة بسعر آخر فبدأوا يصدروا الأسماك إلى القاهرة وللمحافظات الأخرى كبار التجار علشان يتجنبوا الخسائر ومن هنا بدأت محاولة التوسع في المقاطعة لكن دخل علينا شم النسيم والمناسبات موسم موسم طبعا لاستهلاك الأسماك طبيعي طبعا كانت الفترة اللي هي حصل فيها ارتفاع في الأسعار أن دايما قبل شم النسيم بيبقى في عملية تمليح للأسماك ومحاولة بالزبط كده لصناعة الأسماك المملحة وفيحصل ضغط وتخزين للسماك خصوصا الأسماك الرخيصة والأسماك اللي هي زي السردين والمكرل والحاجات اللي هي اللي بتستعمل فيه والرنجة اللي بتستخدم فيه الفسيخ كل دي بتستخدم لكن قدت إلى زيادة الطلب الطلب على الأسماك وبالتالي بدأت أسعارها ترتفع ومن هنا حصل ومع ذلك عرف اللي هو برسعيد في المقاطعة رغم أنه كان مع تقارب الموسم نجحت برسعيد وضربت مثال الحقيقة في التضامن الشعبي وده اللي احنا بنقول عليه لما تحصل دعوة شعبية لمقاطعة سلعة معينة بهدف أنك تضغط على التجار فأنت الشعب كله أو الجمهير كله لما تقاطع أو تقاطع فعلا بتكون النتيجة بهرة وحتى مثل وسائل الإعلام كون بينادوا التجار في المحافظات الأخرى أنه ينضموا إليهم بحيث ما يجوش منفز آخر خارج برسعيد هو ده اللي أنا كنت بقوله حالا أنه كان التجار بحاولوا يصدروا للمحافظات الأخرى اللي هي درجة المقاطعة فيها أقل من أجل أنه يصرف منتجاته النتيجة أنه حصل انخفاض حتى في سوء العبور في أسعار الأسماك حصل انخفاض في القاهرة في أسعار الأسماك حصل انخفاض في أغلب المحافظات خوفه من الضمام التجار في أسعار تلقائيا لأنه كله خايف من ويتر السمك ده يترمى خايف أن يحصل المقاطعة تنتشر وتعمم وبالتالي يحدث فساد للأسماك يهمنا نقول أن الأسماك يتم يعني فيه اهتمام بالسروة السمكية في مصر فيه اهتمام بإنشاء سفن أعالي البحار في مصر بهدف زيادة السمك البحاري لأننا نعتمد على أسماك المزارع يعني إنتاج مصر رغم كل المواني اللي عندنا وكل نهر النيل وكل أغلب السيد في نهر النيل إنتاجيته ما زالت محدودة إنتاجية البحيرات محدودة الإنتاجية من السواحل ومن السيد برضو محدودة الإنتاج الرئيسي في مصر كسارة السمكية هو أسماك المزارع اهتمام عالي من الحكومة بأسماك المزارع وتنميتها وتطويرها وزيادتها والارتفاع بمستوى الوعي الصحي لدى المربين ولدى عشان يبقى المنتج منتج سليم وصحيح وصالح للاستهلاك الأدمي بشكل علمي نقدر نقول إن إحنا متفقلين من ناحية السروة السمكية وبالتالي اللي وصلت إليه برسعيد إيه الوقت في أسعار السمك بعد خاص مع المقاطعة الوقت انتهت مع المقاطعة عشان من يسيم خلاص هيعتبر ناعتبر الأسعار إيه في برسعيد الوقت الأسعار في برسعيد انخفضت بشكل كبير نجحت الناس في برسعيد في إنها تقضي على ما يمكن أو تلقن التجار درسا لن ينسوا لفترة طويلة نعم إنه إذا رفعتم الأسعار فنحن لدينا سلاحنا وهو سلاح الاستغناء هل الأسعار برضو تأثرت بالنسبة للسرط السمك على مسارة المرية أولا بس برسعيد أقول حضرتك حاجة دعما لهذه الحملة إحنا كجمعية مواطنون ضد الغلاء سارعنا بالالتقاء بجمعية منتج الدواجن نعم لأنه إذا ارتفعت الأسعار في الدواجن واستمر ارتفاع أسعار الدواجن فإن معنا المقاطعة للأسماك أنها ستفشل نعم فإحنا فاهمين دوت فلاجأنا على الفور العقد لقاءات سريعة مع اتحاد منتج الدواجن ونجحنا في أن احنا نخفض معاهم بالاتفاق مع اتحاد منتج الدواجن أسعار البيض وأسعار الفليه وأسعار الدواجن خلال على الأقل لمدة فترة المقاطعة للمدة شهر أن يبقى الأسعار سابتة وانخفضت إلى مستويات معحددة متفق عليها وأعلنت في الجرائط أن تم تخفيض الأسعار بالنسبة للدواجن وبالتالي حملة المقاطعة تنجح علشان يبقى زي ما أنا قلت أن عشان تنجح في حملة مقاطعة سلعة معينة لازم الناس تنتقل إلى بديل آخر مناسب لقدراتها الشرائية وهو اللحوم البيضاء تمام أو للحوم البيضاء تخفيض أسعار السمك بقى على مستوى الجمهورية أو بورسعيد بس؟ لا أسعار السمك طبعا هي حصل انخفاض الناس يمكن ما حستش بدرجة عالية في محافظات معينة لكن في المحافظات السحلية زي بورسعيد حصل انخفاض في القاهرة وصل لـ 50% لما حصل انخفاض في أسعار الأسماك في القاهرة وصل لـ 20% فبنتكلم في انخفاضات في أسعار الأسماك نتيجة حملة مقاطعة تمت في بورسعيد حصل انخفاض في أسعار الأسماك طيب الناس كتير من اللي تبعوا حملة المقاطعة في بورسعيد بقولها طب إحنا ليه ما نعملش كده مع بعض السلع زي اللحمة والفراخ وبالتالي سعر اللحمة ينزل بعد الأرقام اللي حملي يسمحها الوقت فوق مستوى كل بنا آدم يعني هي شوف حضرتك هتنزل الأسعار مفيش كلام طالما حصل مرة اللي فاتلت في رمضان 20 جنيه يعني هو اللي ما عرفش اشتري اللحمة الـ 2400 عرف اشتريها 400 هي البداية بس البداية حاجتين الحاجة الأولانية حاجة اسمها الاستقرار الاقتصادي نعم أن يحدث استقرار اقتصادي في سوق الصرف حصل الاستقرار في سوق الصرف مؤخرا وإحنا الحمد لله رب العالمين استطاعت الحكومة أن توحد سعر الصرف وأصبح سعر الصرف بالنسبة للدولار بعد ما كان الفرق بين السعر في السوق السوداء وبين السعر في البنك تقريبا الضعف أو أكتر من الضعف هذا كلام انتهى فبالتالي بقى فيه مش عايزة أقول وفرة دولارية ولكن بقى فيه نوع من الاستقرار يعني اه فيه استقرار فيه ناحية سعر الصرف وبالتالي يصبح فيه إمكان المخطط أنه يستورد ويحسب استراده هيكلفه قد ايه يقدر المنتج أنه يحسب تكلفة انتاجه قد ايه بالنسبة لسعر البضائع اللي بينتجها كما ورغم نوع من الاستقرار الموجود الآن في سعر الصرف لان ما زال الأسعار غالية برضو ما هي زي ما احنا قلنا على بال لما تاخد وقت السوق برضو عامل زي نظرية الأوان المستطرقة انت حضرتك فوق ابتدت تدخ ده فترة هتلاقيهم كلهم استاووا مع بعض فهي نظرية الأوان المستطرقة مش في نفس اللحظة لكن بعد فترة قليلة بتبدأ أثار هذا الإصلاح أو أثار سعر الصرف وثبات سعر الصرف في سبات أسعار السلع ثم بعد ذلك بدعوا إلى حملات لضبط الأسواق نفسها ضبط السوق هيؤدي إلى تحسين وتخفيض أسعار ضبط السوق من خلال الدولة من خلال الدولة فيه أساليب متعددة قلنا البورصات السلعية أولها تانيها تطوير شبكة النقل نقل احنا من أول الخضروات مرورة كله شغال نقل بري النقل عبر السكة الحديد هيخفض النقل النهري هيخفض تكلفة النقل لتنين دولار هيخفضه لأنه بين الناس بتتحجج وتكلفة نقل المنتجات اللي هي الأكل والشرب اللي احنا بتشتريهم كلهم ارتفعوا نتيجة ارتفاع أسعار البنزيم وارتفاع أسعار طيب يا فندم احنا لو طورنا بس شبكة نقل البضايع كان كنا زمان كل الريف بيشتغل بأطر البضاعة أطر البضاعة ده حاجة موجودة وقائمة أنا عارف أنه فيه اهتمام دلوقتي بإعادة فكرة أطر البضاعة واللجوء إلى أطر البضاعة يبقى لازم فيه محطات تتعمل لتجميع البضايع أو تجميع المنتجات الزراعية لأطر البضاعة علشان توصل إلى محطات فارز ومحطات تخزين ويبدأ التوزيع منها بعد كتب العربيات بتنقل لفين بتنقل بقى المسافات الأوليلة لكن الصعيد كان زمان ما هو ميناء أسر النبي وميناء الشبرة الاتنين ميناء دول كانوا ميناء إيه ما هما كانوا الصعيد بيجي من هنا ووجه قبلي بيجي من هنا وجه قبلي بيجي على ميناء أسر النبي وجه بحري كان بيجي عند شبرة علشان خاطر نهر النيل ويبتدوا ينزلوا في الغلال في هذه المنطقة إذن فمن هنا ده عشان إيه كان كله نقل نهري النهاردة بقى كله بيستسهل وبيلجأ للنقل بالسيارات يبقى النقل مهم تقليل الفائد والتالف مهم إنشاء البورصات السلعية مهم الأسواق المركزية الأسواق المركزية للسلع المختلفة مهم كل دي أمور بقى تزبط بها السوق مدام أنت بتقول ما فيش تسعر جبرية ونشتغل بالعرض والطلب مدام نشتغل بالعرض والطلب لازم ننشئ هذه الأسواق الشفافة تصورك من المقاطعة لو انتقت من الأسماك لللحوم هل تنجح في هذا الوقت؟ اللحوم إحنا قلنا حلها اللحوم الحمراء قلنا حلها وحلها إن إحنا كانت أسعار اللحوم الحمراء كانت في متناول الجميع وكانت نجحة في ظل تجربة الدكتور حيدرعون في قوائل التمانينات لما عمل مشروع البتلو منع زبح الإنس خد المربي الصغير بينتك في مصر أكتر من 85% من حجم الإنتاج الحيواني يبقى إحنا بنعتمد على المربي الصغير تقوم الدولة تروح تدي القروض وتدي دولة المربي الصغير ده مش عايز ياخد القرط ما بيشتغلش مع البنك أنت بتدي القروض للمربي الكبير المربي الكبير ده حجمه 15% من حجم السوق الإنتاج متركز في المربي الصغير المربي الصغير ده بيروح يجيب له باللغة الفلاحين كده بهمتين ثلاثة بيروح يربيهم عنده في بيته مش كده ويبتدي ما كانش بيقدر يغزيها فكان يتبحها وهي صغيرة وزنة 60 كيلو فحيدر عون رحمة الله عليه كان أول من دعا إلى الاحتفاظ بهذه الولدة وإنها تكبر لمستوى 200 كيلو وبعد 200 كيلو ياخدها من الفلاح يوديها المزرعة الكبيرة توصل 400 كيلو وبعدين يوديها وزارة التموين عشان تتبع في منافذ وزارة التموين تمام يبقى وزارة التموين بتبيع في المجمعات الاستهلاكية اللحمة بأسعار المخفضة أو الأسعار اللي هي كانت وقتها موجودة كان بيسلف الفلاح بالجمعية الزراعية اللي هو واخد عليها عاوز تسحب اسحب كسب اسحب الأكل بتاع الحيوان على البطاعة بتاعتك وانت بتسلم الراس انت متأيد عليك الديه بتخصم من التمن اللي بناخده منك تمام والموضوع بسيط خالص نعم ودنيا سهلة وجميلة ومشي التمام التمام ونجحنا زي ما قلت في الاكتفاء الزاتي وما بيناش بنستورد وبقينا بننتج وبقينا الدنيا زي الفل لحد لما جات وزارة التموين قالت لوزارة الزراعة لا 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 احنا عندنا اكتفاء في التلاجات وتكدس في اللحوم في التلاجات مش هناخد منكم وقف المشروع بعدها كل وزير زراعة ده وقف في نهاية التسعينات وقف المشروع وتوقف وابتدنا بقى نشوف ما في استراد اللحوم ابتدنا نشوف الناس اللي بتروح تشتري الحم من برة تيجي تجيب الحم القلاعية معاها لان روس الحيوانات أثناء ذهبها إلى عملين يتجرب فينا بقى فتيجي بالحم القلاعية تيجي الحم القلاعية تصيب السروة الحيوانية نفقد جزء كبير منها علشان خاطر ايه ما كناش نعرف ان لازم يكونوا في المجازر القريبة من المواني فعملنا المجازر قريبة المواني وعملنا الحجر الصحي بعد كده بعد ما تعلمنا في سروتنا الحيوانية ان ما نودهمش المجازر للمحافظات أحياء فكاننا بنودي السروة الحيوانية حية تروح تتدبح هناك المستوردة نودي الحاجات فكانت تيجي بأمراضها فأصبنا وحصلت عندنا المشكلات إياها دي حتى نستطيع أن ننجح لابد أن يعود هذا المشروع من خلال الجامعيات الزراعية جامعيات الزراعية عندنا سروة احنا عندنا سروة محتاجة شوية تطوير بقى عندنا تكنولوجيا اسمها النت والانترنت والابليكيشن موبايل يربط يا فاندم كل الجامعيات الزراعية دي ببعضها والجامعيات الزراعية عندها داتابيز لكل الفلاحين اللي عندها من أول انتاجهم ومن أول حيازاتهم من أول يقدر يربي قديه ده أنت تقدر تعمل بها البورصة السلعية اللي أنت عاوز تعملها للخضر والفاكهة تقدر تعمل البورصة السلعية اللي أنت عاوز تعملها تعملها بالانترنت تعملها بالابليكيشن موبايل تقدر تعملها بتكنولوجيا المعلومات في موضوع في مطالب بساطة تقدر تعمل هذا الكلام وتسيطر بيها على الأسعار ان خلاص عملت انت عرفت من الجامعات الزراعية هي نفسها اللي عملتلي الخضر والفاكهة وهي نفسها اللي عملت لرؤوس المشايا اللي موجودة عند كل فلاح وهي نفسها اللي عملت للمحاصيل الزراعية اللي بنتجها كل فلاح فأنا بقى عندي كل حاجة وعندي التابيس موجودة وفضل إيه لعلي بعض الأمن المشاهدين يقول لك إحنا يا ما شفنا مثل هذه اللقاءات وهذه الحوارات المجتمعية وإنتم صارتوا بكل هذه الحلول المقترحة على الدولة وإلى الآن ما فيش جديد السؤال هل الأسعار أسعار اللحوم الآن الموجودة في السوق المصري هي أسعار فعلا أسعار عادلة ما زالت مبالغ فيها مبالغ فيها ما زالت مبالغ فيها هل هناك حل الآن أن يتم المقاطعة لللحوم الحرارة كما تمت لأسماك في برسائفة تنجح ولا أنت شايفها على الأرض الزي احنا بنقول للعيد الكبير جاي والفرق بين رمضان والعيد الكبير دايما شهرين الشهرين اللي دول فاته ومنهم الشهرين الفضلين بنقول للتجار في اللحوم إذا لم يتم تخفيض أسعار اللحوم فلا بديل لهذا الشعب إلا أن يقاطعكم هنقاطعكم وهتلاقي الرؤوس بترجع لك خلوا بالك السنة اللي فاتت كانت سنة سيئة والناس من غلل أسعار الناس اللي واخد على التضحية واخد على اللي كان بيشتري عجل بقى يشتري خروف واللي كان بيشتري خروف يشتري معزة واللي بيشتري معزة ما اشتريه مضح أصلا مضح أصلا فشفتوا فرجعت كتير من الاداس المربين بيتت معهم للسنة اللي بعديها أنتوا عاوزينها تبيت معكم كمان سنة أكلوها هتخسروا إذا لم يأسلق في الآخر أنت يا منتك مواطن قبل ما تكون منتك أنت مستهلك في سلع أخرى فإذا ما كنتش أنت يعني مع الناس وحاسس بالناس وقريب من الناس وبألام الناس وتبتدي كلنا مع بعض نتكاتف علشان نعبر هذه الأزمة ونقدر نعيش كلنا في سلام ونعيش كلنا في أمان ونقدر نعبر بهذا الوطن في تصورك السهل العادل اللحمة نهاردة كام؟ اللي بيبقاش فيه مبالغة ولا بيقى فيه خسارة للجزار لأ النهاردة فيه تبين أصلا في أسعار اللحوم طبعا لازم نفهم شوية حاجاته ييجي الجزار يقولك أنا ضد الغلاء ده أنا راجل وطني أنا بصه بعملك ويروح جايب لك القطع الأمامي ويختار في القطع الأمامي بتاع اللي هو الأرخص قطع الأمامي يعني إحنا في الماشية القطع الخلفي هو الأغلى القطع الأمامي هو الأرخص القطع الأمامي يعني الرجلين الأدامانين والرقبة طيب الرقبة هي أرخص من الرجلين الأدامانين ويجاب لك الدوش رقبة ده ويروح عرض لك هو يقول لك أنه رخصت شفته بقى كيلو بربعمائة جنيه أنا عندي بـ 350 ما هو أصلا بـ 320 وـ 330 إيه اللي أنت بتقوله ده فبنبص نلاقي الفكرة أنه لازم المستهلك أولا يكون واعي نعم واعي للسلعة اللي بيشتريها فيفهم هو بيشتري إيه أنت بتشتري يعني ما فيش منع أن كل الناس يعني زمان على فكرة كانت أمهاتنا أشتر من أمهات هذا الجيل وبناتنا في هذا الجيل لأنهم كانوا بيعودوا يسألوا ده بكام وده بكام وده فين ويلفوا زي ما بقولوا 3-4 مرات صعي الوضع كلها وردلات ويعطي البيت لما كانوا يجيبوا الهدوم والملابس كانوا يلفوا وسط البلد ده 3-4 مرات رايحة جاية علشان خطر تشتري بلوزة ممكن تلف لفتها وتشتريش حاجة وتلف لفتها وياما ما تشتريش دلوقتي بقى مهدة التليفوري تخش تبص وتروح شارية وهي في مكانها وبعد كده الحاجة تيجي لقد تلعي توحشها وبرده تاخدها هذا الموضوع بيشجع التاجر أن الرجل التاجر المكافح المخلص بروح بيته والتاجر اللي هو بنسميه الحلنجي ده اللي عارف أنه هو يلبس الزبون بروح بيته هو كمان ده معاه عشرة ده معاه مية فحتى هذا التاجر الشريف يشعر بالإحباط وعشان كده بنقول أن للمستهلك دور على المستهلك أنه هو دائما يكون مستهلك رشيد لما تجد تخش السوبر ماركت من فضلك اكتب السلع اللي أنت عايز تشتريها الأول لأنه هو عمل 300 إغراء علشان برد ما تحط في العربية أنا عايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده وفجأة آخر الشهر إيه ده ده أنا فلوس بتاعتي خلصت وما معايش فلوس تكفي آخر الشهر ما هو لازل تكون مستهلك رشيد وحنا زمان يا أستاذنا لما كنا بروح محلات بقالت الجملة كانت معاك الورقة فيها الطلبات هي ورقة الطلبات اتشار الهيبرات الوقتي وسببكات الكبيرة والعروض المغرية اللي حضرت بتتكلم عنها أصبح الوقتي بياخدوها حتى بباب الفسحة تروحه وبالتالي لايه نفسه مكدس بضعب كتير جدا كانه واخد بضعب بلاش صحيح وحاطتها في العروف فاجأ يلاقي نفسه دافع أرقام كبيرة جدا بدون مبرر على فكرة ده اسمه ميل الاستهلاك ميل الاستهلاك مدرب الاقتصاد بتاعنا لأن كتير من السلع مستوردة مستوردة يعني ضغط على الدولار يعني انت جبت حاجة وانتش محتاج لها ودفعنا دمانها عملة صعبة كان من الممكن استخدامها في أشياء أخرى أهم من هذا الميل الاستهلاك فاحنا بنقول للمواطن لو سمحت كن رشيد كن على قدك أو على قد حاجتك اشتري ما تشتريش حاجات انت في غنى عنها تاني حاجة ملاش الشرعة فو الخاطر الشرعة فو الخاطر انك تخش كده اشتري دي واشتري دي وانا محتاج دي عملت برر لنفسك كل شوية وتشتري حاجات كتيرة تكتشف انك في غنى عنها تالت حاجة حينما تشتري عبر الانترنت ما بقول لكش ما تشتريش لان ده مستقبل التجارة في العالم يعني المستقبل جاي للانترنت لكن اشتري السلعة اللي انت عارفها اللي انت مجربها المركة دي والنوع ده انا عارفه وجبته قبل كده وجربته قبل كده اشتريه انما ما تجربش في نفسك وبأنصح دايما المستهلك لو سمحت ما تجربش في نفسك لانك هتصدم نعم طيب يعني برضو جولة سريعة كده في نهاية اللقاء على الاسعار زي اسعار العنب بالناس النهاردة على سوشيا ميليا بتتكلم على سعر وصل 120 جنيه و100 جنيه في الكيلو والناس بتتكلم على ايضا سعر التوم سعر البصل اسعار المختلف احنا في جولة سريعة بنقول ان كل الاسعار مرتفعة يعني لما سعر الخضرة ابسط حاجة وصلة في التجمع إلى الخمس حزم بعشرة جنيه يعني ده ده في الايه مش في السوبر ماركت ده ده عند الخضر عند الخضر ايه بيبيع الخضرة باتنين جنيه فبعشرة جنيه جبت كم حزمة جرجير وكم حزمة بقدونس ومش عارف ايه ده بس كده قدل عشرة جنيه فده في الخضرة تخش في باقية الاسعار بتكتشف ان كل الاسعار مبلغ فيها جدا احنا طبعا عارفين انه في بدايات اي موسم بالنسبة لأي سلعة بتكون اسعارها مرتفعة بالنسبة للمنتجات الزراعية بالذات بس مكنش بيقى مرتفعة بالشكل احنا في الوقتي ما هو ده برضو يعني بتتكلم حتى لو يعناب بشاير لكن بتتكلم ان الكيلو نورده ب100 جنيه و120 جنيه انا عند الفكهاني مبارح بسأله على التفاح اللي هو بيسموه تفاح الضاية اللي أخضر ده بقوله بكم الكيلو ده كان معلوماتي عنه من 40 ل80 جنيه يعني الكيلو النهاردة بقوله الكيلو بمتين جنيه فارقام حقيقة مبالغ فيها جدا يعني يعني هو يعني احنا بنادأ الناس دائما إلى مقاطعة البشاير مش ما طبيعي يا أصلي بس بس الاسف هو لي بيوصل لهذا السعر لانه لما بحط عليه 300 جنيه بلاي احد يشتري صحيح فطول ما هو بلاي احد بياخده باي تمن ناس بتشتري من غير ما تبص للتمن أصلا وإن كان التاجد نفسه بقولك آه هو بتاخد لك معاش بتاخد زي الأول يعني أنا برضو ما ببيعش زي زمان يعني ببيع أقل ما هو ده بقى الفرق بين يعني هو أنا الفكهاني بقول لحضلك مبارح وانا واقف معاه طلع لي من بيفرز الحاجات اللي هي الله يعزك تكون فيها أي دفوهات يعني بيخدها على جانب بقول لي شوايف كل دي خسائر عشان اطلع في الآخر المنتج للمواطني يشتريه ما يجيش رجعه تاني فبقول لي أنا ببيع بالغالي وزماني بيعوا بالغالي أن زي ما أنت شايف كده بيطلع المشاكل الكثير في الفكهة زي ما أنت شايف يعني عشان يتراكنت حضرتك عشان يتراكنت هتقعد تطلع كل شوية يطلع بين هالدرجة التانية ويقعد يطلع وجزء منها على فكرة اللي أقدر ده بالذات مستورد آه طبع مستورد معروف آه فاللي أنا عايز أقوله أن الفرق بين التاجر المصري أو التاجر الأجنبي أن التاجر الأجنبي فيهم السوق أكتر مننا فهم السوق أكتر مننا أنه يبيع كتير ويكسب قليل فيكسب كتير التاجر المصري عاوز يبيع قليل ويكسب كتير فيكسب قليل الفرق بينهم أهو ده لما بينزل سوق بالبلد كده بيكنسه كنس السوق إزاي لأنه باع رخيص فلما باع رخيص اتجهت له قوة الشرائية كلها فقوة الشرائية لما بتتجه إليك حق أرباح كبيرة والتاجر بتاعنا زي ما هو هو آه كسب واستغل وزي ما يقوله دبح الناس وعمل اللي نفسه فيه كل اللي نفسه فيه اللي عمله ده كله ما عملهش حاجة لكن في الواقع الاستهلاك على السعر الغذائية فيه نمط استهلاكي احنا ناس مستهلاكي احنا عايشين على الحبوب الحبوب يعني الأمحة فبناكل العيش وبناكل المكارونة فالرز كلها حبوب فالطاقة مصدر الطاقة الرئيسي للمواطن في مصر هو الحبوب فمعتمد على الحبوب وبعد كده هو تبكمل البروتين فإنه بقى النهاردة العتس غالي كانوا زماني الناس بتاكل عتس اولا دي الأكثر الأرديحي عفوا يعني اه وكانت في العتس الكامية فالنهاردة العتس بقى غالي فتبتدي تروح على الكشري طب الكشري بقى غالي فتبتدي تحول على المكارونة وهكذا بعملية محاولات إلى إيجاد يعني مصدر للطاقة يكفي احتياجه كإنسان علشان يقدر أنه يعيش فإحنا علينا أن احنا نتضامن علشان الأسعار على ذكر ده هتشايف فيه استقرار في سعر السكر والأرزل أو الوضع أي سعر السكر الحمد لله رب العالمين طبعا هو ارتفع ارتفاعات يعني أنا بستغرب قوي الحقيقة هو ارتفع ارتفاعات غير مبررة بالمرة نتيجة انوصل ستين جنيه أظن أخر والله أنا اشتريته أعلى سعر كان وصل خمسة وستين جنيه يعني عندي اشتروا بخمسة وستين جنيه نزل اشتروا بخمسة وستين جنيه نزل بخمسة واربعين ثم أربعين ثم حاجة وثلاثين نعم فانخفاضه هو انخفاض لكن احنا بنتكلم من كام بنتكلم كان من عشرين يعني احنا لسه برضه مازال السكر مرتفع في دولة احنا اللي انا باستغرب له احنا منتجين لهذه السلعة نعم يعني لما نجي نقول احنا بصلين في الأسماك اللي بتدينا بها الحلقة إلى ان احنا بننتج الخمسة وتمانين في المية احنا بننتج مية في المية من احتياجاتنا نعم السبب انها خمسة وتمانين في المية ان فيه اصناف ما بتنتجش في الأجواء المصرية نعم فالاصناف اللي ما بتنتجش زي الرنجة هتروح تجيبها زي الباصة زي المشعارف ايه الحاجات اللي بتستخدم فيه التونة كلها حاجات اصناف انت ما بتنتجهاش اصلا نعم فلازم تستوردها فاحنا خمسة وتمانين في المية من انتجك انتج محلي نعم من احتياجتك محلي وصل لحجم استهلاك يقارب حجم الاستهلاك العالمي للفرد فيما يتعلق بالسروة السماكية أو بما يتعلق الأسماك ورغم كذا يحصل انفجار في أسعارها الله أمان لو كنا بنستوردها كلها صحيح يعني إذا كان ده إنتاجنا طب السكر نفس الحكاية طب إحنا حجم استهلاكنا من السكر قد إيه وحجم استيرادنا قد إيه من السكر بس إحنا بتحصل بعض اللي أنا بسميها دي فهات إنك صدرت سكر أول السنة في ظل عدم حسبة محددة كده لحجم الاستهلاك ما خدتش بالك منها فلما تلعى السكر وتصدر السكر بره حصل شرط في إنتاجنا في حجم المعروض من السكر فتكون النتيجة الأزمة لحد لما يخش بقى البنجر ويخش المحصول الجديد ويخش أصب السكر الجديد فالأسواق تتعدل تاني وترجع كما كانت فإحنا بنقول إنه لازم يبقى فيه عندنا الجهاز اللي بيرائب المفروض وزارة التموين طبعا الجهاز اللي بيرائب وزارة التجارة لازم تبقى مرأبة لا أمرأبة لحجم الاستهلاك اللي موجود حجم الانتاج اللي موجود عشان نزبط الصدرات عشان ما حصلش شرط يعني أنا أروح أصدر شوية مثلا سمك وبعد كده أحصل شرط سمك أستورده تاني وأصدره مثلا بعشر وأستورده باثنشر عملت إيه؟ ما لازم يبقى هنا المتابعة الجيدة على ذكر السمك نختم به مع الحياة المسلمية زي الفسيخ والرنجة في الحياة المسلمية اللي احنا فيها الوقت دي شايفيني فيه استقرار في أسعارها برضو ولا الأسعار عليها؟ لا الأسعار ما زالت مرتفعة ما زالت مرتفعة لكن احنا بنقول إنها هي احنا كنا في متولية عاملة زي المتولية الهندسية كده في الارتفاع نعم المتولية الهندسية بدأت تبقى ماشي على نفس يعني وقفت وبدأت تمشي وثم تنخفض ببطء طب كويس تستمر في الانخفاض نشجع الانخفاض الانخفاض زي ما أنا قلت مزيد من العرض مزيد من الإتاحة مزيد من كسر حلقات الجملة ونص الجملة حلقات التداول تقليلها نعم فإذا قللنا حلقات التداول قللنا تكليف النقل اللي أنا بتكلم عنها بشكل دائم ومستمر اللي لنا تكليف النقل فإحنا هنوصل والفائد طبعا والهادر هنوصل إلى إن فعلا تبقى الأسعار عندنا متاحة للجميع الحقيقة نولازل في جعباتي الكثير لكن وقت الحلقة يعني هم يقولون يختبأ له عشر داية تريبا فالله ومساعد شكرا جزينا وورتنا وشرفتنا مشاهدين الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعوني إلى أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة لأستاذ حسن هيكل المحلل الاقتصادي وأمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء كل شكرا جزينا وورتنا مشاهدين الكرام من هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم وملف جديد بملفات من الحياة لكم تحياتي وعمر الحنبلي واسلام الله عليكم ورحمته وبركاته